السلام عليكم الشيخ رامي. عليكم السلام. سني ام شيعي. انا شيعي اللي توقع قبل شوية خبغتك وزيدة التليفون مبجي يا شيخ. اتفضل. اتفضل مو هاي مو خوش اخلاق بلعاتكم. تليفون مبجي انا جاي سيلك سؤال. هتلاقيك مش انت اللي كنت مدينا تفل صغير وقلتلي هذا مقامك انك تكلم الصغير. ايوة ايوة. ايوة. يعني انت داخل عايز تبين مسلا ان انا اسأتي اليه. مش انت لقيت ولد صغير بيكلمني. وانت قاعدت مليه. فقلتوا يا حبيب ان انا سامع صوت ابوك خليه كلمك. فانت قلتلي دوت مقامك مقامك تتكلم مع الصغير وليس انت. بما انك انت الكبير بقى وانت لست مقامي عندي سؤالك واتحداك. ان كانت الامامة اصلي من اصول الدين. لماذا لم يبينها الله تبارك وتعالى واضحة جلية. ولماذا لم يبين لنا اسماء الامة واضحين في كتابه. ولماذا لم تأتي آية واحدة تذكر الولاية. ماذا لم تأتي آية في القرآن الكريم تذكر اسماء الامة. لماذا لم تأتي آية في القرآن الكريم تحلوا لنا اشكال هاي اذا كانت بهذه الاهمية حتى يزول هاي الآخون. لماذا لم تأتي آية في القرآن الكريم مع تكاثر الايات التي تكلمت عن عقائد كثيرة وعن�니다. كثيرة آية واحدة تصبت تنسيب الاثنى عشر. ديني مجال يلا. يلا. ديني مجال. مش انا ممكن اقول لك الولد اللي خلفه ابوك. بس انا مش اقولها لك عشان انا محترم. تفضل اجب. اين اجد الامامة في كتاب الله تبارك وتعالى. سيب ابوي. سيب ابوي. انا انا لا اسيء الى ابوك. ان شاء الله هسيب ابوك. بس انا مسكك انت من ذلك. ده على دلوقتي يقول لي. اين اجد دليل الامامة من القرآن الكريم. انا اللي اسأل وليس انت يا. اه. اه. لماذا انت تسأل. قل لي يا رامي عيسى انا عاجز عن الاجابة واريد اسألك. ولك ثلاثة اسئلة. تسأل ثلاثة اسئلة. ولكن قل لي يا رامي عيسى انا عاجز عن اثبات الامامة من القرآن الكريم. يا يا شيخ ديني مجال. طيب. قل لي يا رامي عيسى انا عاجز. ديني مجال. ديني مجال. ما انا هعطيك مجال. قل لي انا عاجز عن عن الاتيان بالامامة من كتاب الله وعندي لك ثلاثة أسئلة وهنا أجعلك تسأل ثلاثة أسئلة تفضل الأول تثبت أنك عاجز عن إثبات الإمامة أمام الجميع ثم لك ثلاثة أسئلة مش سؤال واحد الله أكبر عرفتم يا شيعة ها هم مشايخكم يا شيعة عاجزون عن إثبات الإمامة علشان كده قلتلكم هذه إمامة سبائية كما ذكر الكش والنوابختي والقم هذه الإمامة التي تعتقدون بها إمامة عبد الله بن سبائي اليهودي هو الذي اعتقد بهذه الإمامة ووضعها لكم وههم شيخ ومعمم الإمامية الإثم عشرية يثبتون أنهم عاجزون عن إثبات هذه الإمامة أقول لك الآن لماذا تفتح الخط لماذا تضحك ضحك الصبيان أنا أظن أنك رجل أنت بلغت ولا لسه إن شاء الله نخلي على المهدو ويفحصك تعال دلوقتي بقى بما أنك أنت أثبتت أنك عاجز عن إثبات الإمامة أنا أقول لك ثلاثة أسئلة هاتي السؤال الأول يا لأ ليه هاتي السؤال الأول وخليك محترم يا واطئ يا أيها المعمم هاتي السؤال الأول وأنا مش معمم يا لأ أيوة طيب خلاص صبوح أنت أقليل للأدب معمم واطي أقليل للأدب سباب وأنا حاولت أحترمك وأقدمك وقلت لك هاتي السؤال الأول عشان أخد منك ثلاث أسئلة لكن يكفيني أنك أثبت أنك عاجز اللي بيخشي حاول يتمسخر مش هتسلك مع مصري تعالى بشويش وبالراحة وسال سؤالك بأدب هاخد سؤالك وهحترمك وهقولك أنت مسقف وأنت إنسان شاطر وكويس وهشجعك عشان تفكر هتخش تتمسخر هشدك من ديلك وهبسح بك لستيديو فخليك محترم يا أيها المعمم